شمابو وبرو روحو قديشو حظلو شاريرو آمين كل عام تبخير أحبائي اليوم بعيد دخول الرب يسوع المسيح الهيكل وسمعون الشيخ وإن شاء الله كل أحد اسمه سمعان تكون حياته كلها مليانة بالنور والبركة كل أيام حياته يكون دائما عيونه مليانة وكلنا جميعا كون من العيوننا منورة بنعمة الله من أجل نشوف عمل الروح القدس بحياتنا فكل عام تبخير فرحان كثير أنه أنت رجعتوا على الكنيسة الكنيسة بلا الناس تحس أوقات بلا معنا بغنى عن اللفظ اللي عم بقوله ودائما الكنيسة إلى معنا ولكن أنتوا اللي بتعتوا كمان أيضا بوجودكم بإيمانكم بحضوركم بصلاتكم معنا لوجودنا نحنا ككنيسة أن الكنيسة إلى ثلاث معاني البناء الكليروس والشعب الأصدى الكنيسة بلا معنا الذي هو الكليروس أكيد كهنوتنا موجود ولكن هم موجود من أجلكم نحن كثير فرحانين أنا كثير فرحان اليوم شاهريني فرحان عم بصلي هيك قوة لكن رحبوا بوجودكم وإن شاء الله الفرحة دائما تغمركم ونرى الجميع وهل وباء يزيح من نعمة ربنا وليس فقط الوباء أيضا الوصول التي تخرج منه النتائج لا تأثر كثيرا على العالم نرى نتائجها حاليا بلشت تبدأ ربنا ما يسمح تقعد فترة طويلة والعالم يرجع يعيش بسلام وبركة أحبائي مناسبة الدخول ربنا يسوع المسيح للهيكل وأعظتنا اليوم أحبائي رح تكون لقائي بالمسيح نحن نعرف أنه هذا العيد هو عيد لقاء الكنيسة بسيدة لقاء الكنيسة برب يسوع المسيح على مثال شمعون الشيخ الذي التقى بربنا يسوع المسيح وحمله بين ايدي التنتين اليوم أحبائي نرى كتاب المقدس وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه إلى الهيكل كعادة الشعب اليهودي نرى أحبائي اليوم نحن نجينا على الكنيسة في عيد شمعون الشيخ وعيد أخو الرب للهيكل هالعيد الذي يجب أن يجعلنا نرجع ونفكر من جديد بلقاءنا بربنا يسوع المسيح الذي سمحنا الكتاب المقدس في تعاليم الأباء أن كل شخص فينا اليوم يكون شمعون الشيخ الذي سمحنا في الدورة اليوم الأب الكاهن كشمعون الشيخ يحمل الصليب بين أيدين مثل الطفل ونحن كلنا حملين الشموع الذي قدسناها الذي أعطيناها بركة الذي أعطيناها قوة بقوة الروح القدس أنه تبارككم تشفيكم لكل شخص يأخذ بإيمان وبرارة أنه تعيش فيه وبعائلته تبارك عائلته تطرد الشياطين تعطيكم شفاء عن أمرادكم تعطيكم بركة بأعمالكم وهذا الشيء نحن نؤمن فيه أن الله أخذ المادة من أجل يعطينا بركة هو أيضا تجسد الله الروح الذي غير محدود أخذ جسد أخذ مادة من أجل أنه يقدسنا على هذا المثال اليوم نعطي الشموع من أجل كل البركة تذهب إلى البيوت ونور المسيح الذي مثل ما حملوا الشموعون الشيخ أنتم أيضا بالدورة تكونوا حملينه ترجعوا تتذكروا أنه نحن نور العالم وهذا النور لا يجب أن ينطفي لأنه يصبح بلا معنا يذهب إلى بيوتنا يعطينا بركة وقداسة قوة ضد إبليس ضد كل مرض ضد كل تجارب يعطينا شجاعة يعطينا سند من أجل نقدر نكمل مسيرتنا من المسيح بهذا المثال أحبائي بلقاء المسيح مع شعبه نرى أنه ربنا يسوع المسيح لا يوجد حضراء عنده ورجع خائب إنما بالعكس كل شخص سيكون عنده امتلا بالحب كل شخص عنده ظلمة بحياته تجربة الله أناره ربنا أحبائي المرأة التي مسكت بذات الفعل بالزنا لا حكمها قال لروحي وأنا كمان ما بدينك ولكن لا ترجع تخطي ربنا المرأة التي ستسجدت عند إجريه وبدموعة غسلت قدميه كمان وبشعره مسحت إجريه ترى أنه ما دانا سمعان الفررئيسي كان يدينه بعقله أنه لو أنه نبي مضبوط كان يعرف من هذه المرأة لكن قال له أنه هذه محبتها أكثر من محبتك لألي لأنه الذي قدمته أكثر من أنت قدمته لأنا قاعد في بيتك لأعطيتني ماء لغسلت لي رجلي ولكن هذه بشعره ودموعه عملت كل هذا الشيء زكا العشار زكا العشار كان عنده أمنية يشوف السيد المسيح طلع على الشجر وشافه ولكن سيد المسيح قال له ليس فقط سأعطيك الأمنية أن تشوفني وأنا أعطيك بإسمك إنما اليوم سأتعشى عندك وأكون معك من أجل تتغير حياتك أحبائي ربنا يسوع المسيح لكي يغير كل شخص فينا يجب أن يكون لديه أربع صفات لأنه ربنا يسوع المسيح يجب أن يغير الجميع يجب أن يكون إله الجميع يجب أن يكون قريب من الجميع ولكن هذه الأربع صفات يجب أن تكون موجودة هل كل شخص فينا مستعد أن يقابل السيد المسيح اليوم من جديد؟ هل كل شخص فينا عنده الأربع صفات رغم كل أمر بحياته أول صفة أحبائها هي الإيمان من غير الإيمان لا نستطيع أن نرد الله كتاب مقدس واضح الإيمان أول شيء رؤساء اليهود رأسوا المسيح أمام عيونهم أن نبوآت درسوها على سنين طويلة شمعون الشيخ شافا هم يبقوا بإصرارهم وعنادتهم ما يدروا يفهمها الشعب كان يريد معجزات كان يريد أكل مادي من أجل يبقى مع السيد المسيح ولكن شوفوا رئيس القائد المئة شوفوا المخلع شوفوا الأعمى بسبب إيمانهم نالوا البركة والشفاء وقدروا يقابلوا المسيح بشخصه اللي كترين رغم علمهم رغم قدراتهم ما قدروا يشوفوا المسيح رغم أنه واقف قدامهم الشيء الثاني أحبائي وهو التواضع إيمان التواضع التواضع مهم كثير أن التواضع يجعلني أروح للسيد المسيح بصلاتي أن الصلاة ما هي أحبائية علاقة مع الله لكن عادة عندما نذهب لدي يسوع نصلي نكون حسبين الوقت ما سأصلي ممكن أسجد قليلا وأرجع أقوم ممكن أصلي في سيارتي ونصلي بالعمل وكمان أجيب فكري معي يعني ما بقوله ليسوع أنا جاي عندك خالي اليوم الإدين محتاجك أنت تعطيني اللي عندك دائما بيكون عندي وقت محدد أفكار الخاصة أطرح عليه لما عندي طلبات لأله الطواضع يجعلنا أن نحن نوقف قدامه خاليين من كل شيء عرات من أجل هو يكسينا بمجده يغطينا بيتوب رحمته عندما نصلي قدامه ليس حين ننام نصلي كلمتين نقرأ إنجيل بسرعة ونذهب رأسنا وننام من أجل نحس بضميرنا أننا مرتاحين لا نذهب نصلي بسرعة من أجل أن نذهب نرتاح من أجل أن نتفرج على التلفزيون من أجل أن نتحدث مع فلان من أجل شهوة معينة إنما فقط الروح هناك نواقف قدام ملك الملوك ونقول يا رب أنت القدوس سمحت لي أنا التراب هواقف قدامك اليوم املاني يا رب من رحمتك وبركاتك اليوم أحبائي النقطة الثالثة بعد الإيمان والتواضع الاستعداد الأخذ المولود أعمى لم يكن لديه عيون كان مغط مسكر تفل ربنا بالتراب وجبل وحط له تراب من جديد وخلق له عيون وفتحة عيونه اليوم سؤالنا من أجل نتقابل بالمسيح هل نحن مستعدين نقوله يا رب خد ما عندي وأعطيني من عندك أعطيني حواس جديدة على مثال الأعمى إذا ردنا نتقابل مع المسيح لازم نروح نطلب منه حواس جديدة نطلب منه حواس مقدسة نطلب منه رؤية مقدسة أقول له يا رب أنا مستعد أترك ما إلي كيف أبونا أموت وأضحي وأترك ما إلي بأنه أقدم بكل بساطة فكري وقلبي على مدى أيام يعني يأتي أحد يقول لي أنا أبونا الفكر معين لازق في رأسي لا يترك ني ويأتي أسأل إلى ربنا ويأتي أقول هذا ليس منطقي أكيد نعمة الله تعمل فينا وممكن الله بأشخاص معين بنعمة معينة يسمح فورا تزول الخطيئة ولكن يحتاج إيمان يحتاج طواضع يحتاج استعداد نقول له خذ ولكن أغلبنا أحبائي عنده تخبطات بهذا الموضوع الذي يتحرر من الأفكار يتحرر من المشاعر السيئة يتحرر من عادات من تربية سيئة فاليوم هل نحن مستعدين أن نعطي الله ونقول له يا رب سأترك كل أفكاري سأترك مشاعري سأترك كل شي تربط عليه وسأأجي أقول لك يا رب على ما أنت عملت بحياتك تري نعمل بحيات أعطيني أضحي يا رب بدون ما أحس بوجع أعطيني أضحي يا رب من أجل اسمك بدون ما أكون بخيل عليك إذا يا أحبائي قدرنا نعمل هذه الصفات الأربعة سنستطيع نلتقي اليوم بربنا يسوع المسيح مثل ما التقش مع الشيخ سنلتقي فيه بحياة القداسة سنلمس بحياتنا بإيمان بطواضع بتضحية ونقول له يا رب لا تخليني مثل كثيرين شفوك بالحياة وما قدروا يشوفوك في كثير شافوا سيد المسيح عاين ومعجزاته شافوا أمور كثير لمستهم بحياتهم ولكن بالآخر هلكوا في كثير شافوا السيد المسيح بحياته على الأرض بحياته ما بعد الأرض لما صعد على السماء ونحنا لمسنا بس ما شافوه ما قدروا يشوفوا نوره لا تجعلني يا رب أكون مثل العنيدين لا تجعلني يا رب أكون ضعيف الإيمان لا تجعلني يا رب أكون متعالي إنما اجعلني يا رب بقوتك مثل سمعان الشيخ أقول اليوم الآن تطلق يا عبدك بسلام أكيد ليس تطلع والسماء اليوم أطلق عبدك يا رب من كل أفكار شريرة من كل ارتباطات أرضية من كل محبة مادية اجعلني أتحد فيك نورك يملاني لا يجعل أي أمر آخر يشدني لإله إنما فقط أشد إليك إنت حبيبي الوحيد إنت إله القدوس إنت اللي أنا بختني فيك وحدك فقط الله رب بليغ كل مجد وإكرام الآن وكل هوان دهر الداهرين آمين